يجب أن نتعلم من أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في ذكرى حلمه الإمام صلوات الله عليه رأى جاري قاعدة في الطريق تبكي فوقف وقال لماذا تبكين يا أمة الله قالت إن أهلي أعطوني درهمة لأن أشتري به تمرا أخذت التمر عملته إلى البيت لم يرضو به أرجعته إلى هذا الرجل تمار وإياع التمر فلم يرضى أنا ما أعلم ماذا أفعل فجاء أمير المؤمنين صلوات الله عليه إلى ذلك التمار وقال له يا عبد الله إن هذه أمة لا تملك من أمرها شيئا وقد أبى عليها أهلها رده فخرج الرجل يبدو شاب كان مهرور وأخذ الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه ولكزه لكزه في كتب اللغة يعني ضربه بجمع كفه إذا واحد يسويان هذا العمل شنو جوابه فلم يقل الإمام شيئا مر الناس وقالوا له أتعلم من هذا أمير المؤمنين هذا هو الحاكم فرب الرجل والصر ربا باللغة يعني أخذ يتنفس تنفسا عاليا في حالة الخوف فصر وجه ثم أخذ يعتذر من الإمام صلوات الله عليه وقال ارضى عني يا أمير المؤمنين فقال ما أرضاني عنك إن أنت أرضيت الناس عن نفسك حقيقة هذه الصفة صفة الحلم لو أخذناها من أمير المؤمنين صلوات الله عليه لسعدنا في هذه الدنيا حققنا الحياة الطيبة في هذه الدنيا وننال عفو الله سبحانه وتعالى في الآخرة إن شاء الله